اسمع ما يقول الكتاب المقدس في يحنى صاح الأول خليني أبتدي من أولا كنت بدي أقتبس آية أربعة من الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان لاحظ فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة ولكن طبعا والظلمة لم تدركه فإذن الحياة أقوى من الموت والنور أقوى من الظلمة قال يسوع المسيح وهي آية مصرية اسمعها قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن يعني احسم الأمرك لأن الله ما عنده دينات عنده دين واحد يا انت في المسيح أو خارج دائرة المسيح يا بتختار الحياة يا بتختار الموت وهذا انت القرار بتعمله على الأرض والرب تكلم بشكل واضح في الكتاب المقدس يقول أيضا أحبائي في كلمة الله في يحنى إصحاح 3 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن أي كلمة الله يسوع المسيح لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله الآية الذهبية لكل ياتنا من حبها خليني أبتدي من آية 14 يحنى 3-14 وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وهذا طبعا يعني الله لم يرسل ابنه إلى العالم في آية 17 ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهذه الآيات واضحة أن يسوع هو الحياة لاحظ ما يقول في يحنى 17 والآية 3 قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته طبعا لألا أحبائنا يقولها عم بقول أنه الله أرسل يسوع المسيح طول روحك اقرأ آية 4 وآية 5 وما تنقص في الآيات لأنه كتير مرات بتكون اقتباسات آية لمصلحتك لكن اتطلع على سياق الحديث الرب يسوع قال العمل الذي أعطيتني قد أكملته بعدين في أي خمسة والآن مجدني أيها الرب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم فإذن يسوع المرسل من السماء هو نفسه الكائن اللي كان عند الله كما اقتبست من يحنى الإصحاح الأول والكلمة كان عند الله اشتركوا في القناة